موسيقى هنا القاهرة الإخبارية أهلا بكم على هذه نشرة إخبارية مفصلة جديدة أهلا بك آية أهلا بك حساني والبداية بأبرز العنوين شهداء وجرح في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لمئتين وخمسة وأربعين يوما على التوالي وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين يزور إسرائيل لاثنين المقبل للتوصل الاتفاق بشأن التهدئة في غزة والإفراج عن المحتجزين القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير ثمانم سيارات تابعة للحوثيين في البحر الأحمر البداية مع التطورات في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر استشهد فلسطيني وأصيب أخرون في إطلاق نار وقذائف من الدبابات الإسرائيلية على مناطق غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وأكد الدفاع المدني في غزة أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مناطق كاملة في رفح الفلسطينية وأشار إلى أن الاحتلال يمنع طواقمه من الدخول وتقديم العون والإغاثة في تلك المناطق وفي وسط قطاع غزة حيث سشد فلسطينيان في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة أبو هولي بجنوب مدينة دير البلع وسهدفت قوات الاحتلال منطقة الزويدة بوسط قطاع غزة حيث أصفر هذا عن استشهاد فلسطيني مع أصابة آخرين وقد أفادت وسائل أعلان فلسطينية اليوم بارتفاع في عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي إلى ستة شهداء كشف الصحيفة الواشنطن بوسط على استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي ذخائر أمريكية في قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة وذلك في مخيم النصيرات بوسط غزة هذا وقد أوضح خبراء الأسلحة الذين راجعوا مقطع فيديو لموقع المجزرة أن شظايا الذخيرة التي ضربت المدرسة كانت قضائف أمريكية صغيرة القطر من طراز جي بيو تسعة وثلاثين قضائف أمريكية أطلقتها أياد إسرائيلية محتلة اغتالت عشرات الفلسطينيين العزل داخل مدرسة لوكلة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في النصيرات وسط قطاع غزة هذا ما أوضحته صحيفة واشنطن بوست حيث أثبتت أن الغارة الإسرائيلية نفذت بقذائف أمريكية وبحسب خبيرين في الأسلحة فحصال قطاط الحطام فقد استخدم جيش الاحتلال قذائف صغيرة القطر من طراز جي بيو تسعة وثلاثون أثناء قصفه لمدرسة النازحين مجزرة مدرسة أونروا كانت جزءا من سلسال دماء غير معروف النهايته طالما لا تخضع دولة الاحتلال الإسرائيلي لأي مواثيق وأعراف دولية ففي أرض غزة واقعيا يسود قانون التوحش الإسرائيلي والإفلات من العقاب والذريعة دائما القضاء على حركة حماس فمن مجزرة المعمدان في حي الزيتون إلى محرقة الخيام بتل السلطان تزداد لائحة الجرائم الإسرائيلية بجريمة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال ضد الغزيين المحتمين في مدرسة النصيرات كانوا أطفالا ونساء لم يجدوا ملاذا لهم في أي شبر من القطاع يقيهم آلة الإبادة الجماعية فلجأوا إلى مدرسة تابعة للأمم المتحدة حتى وإن كانت قد تعرضت سابقا للقصف لعدة مرات من جديد غارة إسرائيلية غادرة بدعم عسكري أمريكي يذهب ضحيتها عشرات الشهداء ليظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي وكأنه يسير خلف كل فلسطيني كي يقضي عليه ليصير رقما جديدا في حصيلة قد لا تنتهي من شهداء فلسطين قالت منظمة العمل الدولية إن البطالة في قطاع غزة سجلت نحو 80% مما يرفع متوسط البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50% وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن المستوى المرتفع للبطالة يحد من قدرة الفلسطينيين على تأمين الغذاء والعلاج لأنفسهم ولأسرهم وإن كما شاء النتج المحلي الإجمالي الحقيقي في فلسطين بحوالي 33% منذ بداية العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة ويقدر الانكماش بنحو 83% من 10% في القطاع وبالنسبة 22% من 10% في الضفة الغربية ومع تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لغالبية مستشفيات قطاع غزة يعاني مرضى الفشل الكلوي أثناء إجراء عملية غسل الكلة والتي يحتاجها المريض ثلاث مرات أسبوعياً نعم ومع نقص الأدوية والمستزامات الطبية تزداد حالة المرضى سوءاً ما يؤدي إلى استشهاد نحو 40 مريض يومياً من بين أنقاض مباني مدينة غزة تضطر الحاجة زكي البطش صاحبة الثمانين عاماً إلى خوض رحلة عبر عربة تجرها الدواب نحو مجمع الشفاء الطبي شمالي القطاع لإجراء غسيل الكلة التي أجبرت عليه بعد تورم جسدها نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لها يعاني من المرض من غسيل الكلة إلى 9 سنوات إلى 9 سنوات بنعاني من الكلة الأدوية بنعاني من سوء التغذية بنعاني من المستشويات نبستة غسلنا في الشفاء نكلونا من الشفاء على الأندونيسي إجوا اليهود حطموا الأندونيسي وطردونا رجعنا عودنا على الشفاء من الشفاء عودنا رجعنا على كمال عدوان كمال عدوان حطموه وطردونا وأخذوا الأدوية منه وعودنا يجينا هان محترين وين بنا نروح إحنا؟ وسط ركامي مجمع الشفاء الطبي ينتظر الأطباء الحاجة زكية البطش لإجراء غسيل الكلة لها مع باقي المرضى بعدما تحولت مشفاهم إلى ساحة حرب بسبب محاصرة جيش الاحتلال لها وترحيل المرضى منها بعد قصفها لأكثر من مرة ما أدى لإتلاف معدات المستشفى ومعهم ستون جهازا من أجهزة غسيل الكلة دون أمل قريب في ترميم المستشفى عملية استصلاح بظل ظروف ما في أي مواد تدخل ما في أي شركات بالدخل منظمة الصحة العالمية ما قادرت دخلنا أجهزة فنأخذ من الجهاز اللي إحنا قادرين نستصلحه على أساس نطلع جهاز نقدر نشتغل فيه بظل الظروف هذه فحاليا عشر أجهزة لما يقارب ستين مريض في شمال غزة وهذا شيء عجز كبير شيء مستحيل لن نستطيع القيام بكامل كفائتنا نحن نقوم بجزء بسيط من الكفاءة بظل تحت الظروف اللي إحنا موجودين فيها الظروف الدمار اللي إحنا شايفنا وقبل بداية العدوان أكتوبر الماضي كان ما يقارب العشرة آلاف مريض من مرضى الفشل الكلوي في غطاع غزة يعانون من نقص أجهزة الغسيل الكلوي الذي يحتاجه المريض ثلاث مرات أسبوعيا ما جعل رائحة الموت تفوح يوميا حول أربعين شخصا منذ دوران آلة بطش الاحتلال الإسرائيلية وفي ظل عدوان الإسرائيلي غاشم وضع الفلسطينيون نصب أعينهم ضرورة التمسك بالحياة وبأرضهم حتى آخر نفسه وسعى الغزيون إلى استغلال كل ما هو متاح حتى لو بدى مؤلما للبقاء على قيد الحياة صناديق الموت الخشبية ومخلفات جيش الاحتلال حولها الغزيون وأعادوا تدويرها إلى حطب يستخدم بديلا عن غاز الطهي كمحاولة منهم للتغلب على الحصار والتجويع أكوام من صناديق الذخيرة تحمل كتابات عبرية يهرع شباب غزة ورجالها لتجميعها وتحويلها إلى أخشاب صالحة للاستعمال تباع إلى الغزيين لإعداد طعامهم فلا خيار أمامهم سوى هذه الحيلة للتكيف مع واقع مرير فرضه العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع مخلفات الاحتلال هذول لما نسحبوا اليهود من أراضينا من خنيون ونصرحنا ولقناهم جمعناهم أساس أن نبيحهم للناس حطب إنه من قطعة الغاز يعني جمعنا سناديق أكثر من سندوق ستمائة سندوق بشكلال من كل المربعات كل مربع نمرك فيه للاقي فيه سناديق وجمعناهم وجبناهم من نكسرهم يعني نبيحهم حطب للناس من قطعة الغاز ورغم ما سببته هذه الصناديق من آلام للغزيين بعدما اغتالت الآلاف من أبنائهم كانوا قادرين على تحويلها إلى منافع لهم في فصل جديد من الإصرار والتصميم على الحياة ولملمة جراحهم فوق أرض غزة هذا من المخلفات الجيش يا عم بنستعملوا كواجيد ناكل نشرب منهم يا عم هذا الجيش هذا الفجر فيه دورنا هذا وهي بنشتريه بمصارينا يا عم واليوم الكيلو الغاز حقه ميت شاكل وبدك مليون واسطة عشان نجيبه طب ايش نسوي في الشحطة بنزلوا كل الأحراش اللي عنا قطعوهم وبعوهم من القلة يا عم والله من القلة والله البواب هاي حلوق البواب دور يا رجل الناس ده نقصها وهي ببعونا إياها رحلة البحث عن صناديق الذخائر الإسرائيلية وإعادة تدويرها توضح بعدا آخر من هذه الحرب البربرية حيث جيش محتل يستخدم كل الوسائل للقتل والتدمير في حين يحول الفلسطينيون ما يقتلهم ليجعلوه سببا لبقائهم ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه من المتوقع عودة الرصيف الأمريكي العائم إلى العمل قبالة سواح الغزة اليوم وذلك بعد الانتهاء من إصلاحه وقد أشارت هيئة البث إلى أن رصيف العائم سيستأنف عملياته في جلب المساعدات من قبرص وذلك بعد تفككه وانهياره للمرة الثانية قبالة سواح الغزة مع سحبه إلى ميناء أشدود لإصلاحه وقد كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد كشفت عن الحاجة إلى أصلاحات مكلفة لهذا الرصيف المؤقت الذي يقامت واشنطن لتسيل إصال المساعدات الإنسانية إلى غزة الذي تعرض إلى أضرار بالغة بسبب العوامل القوية أفدت مراسلتنا بأن وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين يزور إسرائيل لاثنين المقبل وقالت بصادر إسرائيلية أن بلينكين يسعى خلال زيارته إلى إسرائيل للتوصل لاتفاق بشأن التهدئة والإفراج عن المحتجزين وإنهاء الحرب على غزة أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتانياهو عن سعادته بالحصول على امتياز تمثيل إسرائيل أمام الكونجرس الأمريكي لعرض ما وصفها بالحقيقة حول الحرب على قطاع غزة وقد كان مصدر بالكونجرس قد كشف أن نتانياهو سوف يلقي خطابا أمام المشرعين في الرابع والعشرين من يوليو القادم بناء على دعوة من زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطية تأتي زيارة نتانياهو المرتقبة وسط ضغوط متزايدة من واشنطن لقبول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن انهاء الحرب في غزة وتصريحات منه على استخدام الأسلحة الأمريكية في قتل مدنيين بالقطاع من جانبه قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشوك شومر أن لديه خلافات واضحة وعميقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتانياهو وأضف زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية صارمة وتتجاوز شخصا واحدا أو رئيس الوزراء مشيرا إلى أن تلك الخلافات هي ما دفعته للانضمام إلى الأعضاء المطالبين بأن يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي أمامهم داخل الكونغرس الأمريكي وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائيل لبيد وصف إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة أنه خطوة سياسية خطرة من الأمين العام للمنظمة أنتوني جوتيريش وفي تعليقه على الخطوة أضاف لبيد أن الحكومة الإسرائيلية تغير الشرعية بقيادة بنيمين نتانياهو فقدت قدرتها على وقف التدهور السياسي ذكرت حيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيمين نتانياهو قد يعلن تفكيك مجلس الحرب إذا نفذ عضو مجلس الحرب بين جانت تهديده بالاستقالة من حكومة الطوارئ وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت أن حزب الصمود الذي يتزعمه جانت قد قرر تغيير الموعد النهائي للانسحاب من مجلس الحرب الذي حدد له يوم غد السبت وفي وقت سابق كشفت حيئة البث الإسرائيلية عن اجتماع طارئ لحزب جانت لبحث قرار الاستقالة من مجلس الحرب في ضوء الخلاف الحالي بين أعضاء المجلس على الانخراط في مفاوضات لإنهاء الحرب في القطاع والإفراج عن المحتجزين وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية طلبت من جانت إعادة النظر في انسحابه المتوقع من حكومة الطوارئ يتظهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين يوميا لمطالبة رئيس الحكومة نيتانياهو بإجراء صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة هذا ويخشى نيتانياهو المساءلة السياسية والشعبية عن أحداث سابع من أكتوبر في حال قبوله لمقترح بوقف إطلاق النار وبإجراء صفقة جديدة تسببت العيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتانياهو بعدم قبوله لأي مقترحات تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإجراء صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين في انفجار الأوضاع الداخلية في الشارع الإسرائيلي ومطالبة العديد من الأوساط السياسية والشعبية الإسرائيلية من نيتانياهو بالراحيل عن الحكومة بسبب سعيه لتحقيق مكاسب شخصية دون النظر لمصلحة إسرائيل الانقسام الحد في الداخل الإسرائيلي كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية التي أجرت استطلاعا للرأي أوضحت فيه أن أكثر من 60% من الإسرائيليين يرون أن رئيس الحكومة بن يمين نيتانياهو يقف عقبة أمام إجراء صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين كما أن نيتانياهو لا يريد وقف الحرب في غزة خوفا من المساءلة وتسبب بعد مقابول نيتانياهو لأي مقترحات تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي كان آخرها المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات يومية تدعو الحكومة الإسرائيلية للموافقة على مقترحات وقف العدوان على القطاع والإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة وهي المطالبات التي يصم نيتانياهو أذناه عنها ويخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي من المساءلة السياسية والشعبية حال قبوله مقترح وقف الحرب في قطاع غزة لذلك يعمل نيتانياهو كل ما يلزم من أجل إطالة أمد الحرب في القطاع المحاصر لتحقيق مكاسب شخصية يمكن من خلالها أن تساعده في عدم تحميله مسئولية أحداث السابع من أكتوبر والفشل الكبير في عدم تحقيقه أي من الأهداف التي أعلن عنها في العدوان على قطاع غزة يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتانياهو من خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة البحث عن الخروج الآمن له خوفا من المساءلة حتى ولو كان ذلك على حساب أكثر من 115 ألف شهيد وجريح في ظل عجز دولي لوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن تنفيذ مجازرها في قطاع غزة المحاصر ونبقى مع الانتهاكات الإسرائيلية حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل بجنوبية الضفة الغربية ودهمت عددا من المنازل أصيب شاب فلسطيني في اشتباكات مع قوات الاحتلال وذلك بعد اقتحامها مخيم العين في مدينة نابلس بشمال الضفة ودهمت قوات الاحتلال عددا من من منازل المخيم برفقة الجرفات العسكرية استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المخيمة وسط تحليق من طائرات الأفاتشي التي أطلقت الرصاص الحي باتجاه أهالي المخيم كما أفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا داخل المخيم واستهدفته بالقذائف وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بجنوب الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين لمواقع أثرية ومخلعة أفادت مراسلتنا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الكرمل بشرق مدينة يطا وغلقت الطرق المؤدية إلى بركة الكرمل الأثرية ومحيطها وقد عتلت أسطح عدة منازل لتأمين اقتحام المستوطنين للبركة كذلك اقتحم مستوطنين معسكر طاروس الذي تم إخلاؤه فيما اقتحمت قوات الاحتلال أماكن أثرية في بلدة السموع جنوبا وقد عتلت أسطح منازل الفلسطينين المطلة على هذه المناطق لتأمين اقتحام المستوطنين لها أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات متفرقة على مبان وصفها بالعسكرية وتابع إلى جامعة حزب الله اللبنانية وأوضح جيش الاحتلال أن الهجمات استهدفت مقرا عسكريا تابع على الحزب في مناطق جبل رزلان ورميا وكافريكيلا في جنوب لبنان إلى مشهد التوتر في البحر الأحمر حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت ثمانم السيرات أطلق الحوثيون من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن فوق البحر الأحمر أضفت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت الحوثيين زورقين مسيرين في البحر الأحمر حيث أوضحت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن لكن دون الإبلاغ عن انقوع إصابات أو أضرار في السفن الأمريكية أو سفن التحالف والسفن التجارية على الجانب الآخر أعلن الحوثيون في اليمن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور بسبعة صواريخ مجنحة وأربع طائرات مسيرة وأكد الحوثيون أن أيزنهاور ستبقى هدفا لقوتها كلما سنحت الفرصة لذلك وكان الحوثيون أعلنوا تنفيذ عمليتين مع الفصائل العراقية استهدفت سفينتين تحمل معدات عسكرية في ميناء حيفا الإسرائيلية وأخرى انتهكت قرار حظر الدخول إلى الميناء ذاته مباشرة ينضم علينا من العاصمة اللبنانية بيروت العامي الدكتور أمين حتيط الخبير العسكري والاستراتيجي بعد التحية لك السيدي إذن مشهد التوتر الذي ما زال يطفو على السطح في منطقة البحر الأحمر وخاصة فيما تعلق بهجمات الحوثيين الذين أعلنوا أنهم استهدفوا حاملات الطائرات الأمريكية آزنهاور بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة فكيف تبدو الحقيقة وهذا التصور الذي يمكن أن ينتج نتيجة لهذا المشهد المتوتر في المنطقة بداية التحية لك ولمشاهدين الكرام الواقع أن الجبهات الإسناد التي انتظمت في خدمة قطاع غزة تشهد في هذه الأيام نوعا من التسعيد الارتقاء في عملية الضغط على العدو الإسرائيلي بسبب البحشية التي يقوم بها في عملياته في غزة ولذلك شهدنا كيف أن الجبهة اللبنانية ارتقت إلى مرحلة جديدة مؤثرة وموجعة وأيضا الجبهة اليمنية كذلك والجديد في هذا الموضوع هو التعاون والتنصيق ما بين العراق واليمن في استهداف أهداف مشتركة في حيفا فدخول اليمن إلى نطاق العمليات في البحر المتوسط يعتبر خطوة إضافية في سبيل الضغط على العدو الإسرائيلي وأعتقد أن اليمن يرى في هذا الضغط ضرورة كبيرة في هذه الظروف بالذات من أجل إجبار أو من أجل التأكيد على فعالية حصاره للموانئ الإسرائيلية والتأكيد على قدراته على تنفيذ هذا الحصار ومن جهة أخرى يريد اليمن توجيه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية مفادها أن عملياتها العسكرية ضد مواقع اليمنية أو احتواؤها للصواريخ والمسيرات اليمنية لن يوقف اليمن عن الانخراط في هذه الحرب المساندة فبالتالي هناك هدفين إذن هدف موجه للولايات المتحدة الأمريكية لإفامها بأن عملياتها لن توقف اليمن وهدف موجه لإسرائيل لتفهمها بأن طالما أن الحصار قائم على قطاع غزة فإن السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ستكون في موجهة الضغط اليمني بمنعها من الوصول طب هنا ست العميد أمين استخدام الحوثيين لمثال صواريخ والمسيرات واطلاقيها على السفن التجارية المرة في البحر الأحمر هل هو يمثل عام الضغط فقط أم أنه قد يصيب أهدافه بذقة لأنه دائما عندما يتحدث الحوثيون عن اطلاقهم لمثال صواريخ والمسيرات الجانب الأمريكي ينفي أنه قد حدثت أي أضرار باليغة مثلا في مثل السفن التي تعبر في منطقة البحر الأحمر السؤال مهم جدا وأنا أهنئك عليه وفي هذا الإطار الجواب هو أن اليمن لا تبدأ أو لا تنطلق ابتداء في عملية التدمير هي تتدرج في المواجهة بمراحل تبدأ بالإنذار والتحذير وتنتقل إلى الطلقات التحذيرية ثم تصل إلى الطلقات الإزعاجية أو المقيدة للحركة أما المهمة التدميرية فحتى الآن تتجنبها اليمن ولم تقوم بمثل هذه المهام التدميرية أكثر من ثلاث مرات أغرقت فيها سفن أو جنحت فيها سفن لذلك لا أعتقد أن اليمنيين مباشرة يبدأون بالعملية التدميرية أو بإغلاق السفن هذا في الناحية العسكرية والتيكتيك الاستراتيجي طبعا سيدة العميد أمين حتيت لكن في الناحية الإنسانية طبعا أنت تعلم أن هناك ما يسمى بتفاهمات السلامة التي تتم في اليمن من أجل تهديئة الأمور ما بين الجوانب والأطراف المختلفة في اليمن تأثير مثل هكذا ضربات حتى وإن كانت هذه الضربات كما قلت سيدة العميد لا تؤدي إلى تكتيك عسكري قوي يصيب مثل هكذا سفن تمر في البحر الأحمر يعني ما التأثير لهذه الضربات على تفاهمات السلام وعلى حتى تكلفة الشحن وارتفاع الأسعار في البحر الأحمر بالنسبة للنقطة الأولى تفاهمات السلام أعتقد أن هذا الأمر لم يمس رغم كل من الذي حصل فبقيت المخرجات هذه التفاهمات معمولا بها ولم تتأثر قد يكون هناك بعض التراجع في فعالية هذه التفاهمات لكنها لم تتوقف أما بالنسبة لكلفة النقل في البحر الأحمر وهنا نميز بين فئتين فئة السفن التي تستهدف بالنار والتي تجبر إما على وقف الحركة أو على تغيير مصارها واتجاه نحو رأس الرجاء الصالح هذا طبعا يتضرر منه المنتظم في خدمة الملاحة الإسرائيلية وهذا هو القصد أصلا من فتح هذه الجبهة أما بالنسبة للسفن الأخرى التي لا علاقة لها بإسرائيل فاليمن أصلا لا تتدخل ولا تعرقل حركتها وبالتالي ينبغي أن لا تتأثر بالعمليات القائمة إنما بعض الشركات التأمين خشية منها أو حرصا منها على سلامة هذه السفن ومن غير أن يكون هناك خطر أكيد تلزمها بالحركة باتجاه باب الرجاء الصالح وهذا ما يرفع على الكمسة واضح ما تقوله إذن من هذه التفاصيل من بيروت العامي الدكتور أمين حتيت الخبير العسكري دولي السراتيجي كنت معنا مباشرة أشكرك شكرا جزيلا أفادت وسائل الإعلام السودانية بأن نحو أربعين شخصا قتلوا فيما أصيب خمسون أخرون جراء قصف مدفعي عنيف من الدعم السريع على أم درمان بالخرطوم وخلال الأسابيع القليلة الماضية صعدت الدعم السريع واترت استهدافها لأحياء شمال أم درمان وهي مناطق مأهولة بالسكان مما تسبب في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين من القهارة الإخبارية نشط ما زالت مستمرة معكم وفيها بعد قليل الرئيس الأوكراني بلودمار زلانسكي يؤكد أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تمثل نقطة تحول في تاريخ أوروبا أهلا بكم من جديد إلى الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكد الرئيس الأوكراني بلودمار زلانسكي أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تمثل نقطة تحول في تاريخ أوروبا وخلال كلمتي أمام البرلمان الفرنسي قال زلانسكي أن روسيا عبرت عن تهديد مباشر لفرنسا مشددا على أنه لا ينبغي معارضة قرارات باريس العسكرية هذه المعركة هي نفسها بالنسبة لأوكرانيا وبأوروبا وهي تعني الوجود على غرار المعارك التي انتصر فيها الأوروبيون القدماء أن هذه المعركة هي في منعطف الطرق ونستطيع معا أن نكتب فيها الآن التاريخ هذا التاريخ الذي نأمل ونطمح إليه يمكن أن يكون رحية كما يريد عدونا وأشير هنا إلى عدونا المسترك وعلينا أن نتذكر هنا بأنه هناك في الخارج عدو لا يترك أمة من الأمم ولا يترك أي أنسان من الناس ولا يترك أحد يختار طريقته في الحياة اتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا باستخدام صواريخ هاي مارس التي زودتها بها الولايات المتحدة لقصف أهداف مدنية في منطقة بيلغرود الروسية وبالمسئولية عن مقتل نساء وأطفال قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن شفايا صواريخ هاي مارس ستكون بمثابة دليل على ما حدث معتبرة أن الغرب يحاول تصعيد النزاع مع أوكرانيا وتدمير روسيا اقتصاديا ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كييف دكتور بلوديمار شومكوف الدبلوماسية السابق أهلا بك ومرحبا دكتور معنا في هذه النشرة الإخبارية من القاهرة وأبدأ حديثي معك دكتور بلوديمار بكلمة الرئيس الأوكراني بلوديمار زيلليسكي أمام البرلمان الفرنسي وأهم النقاط والرسائل التي حملت هذه الكلمة نعم السلام عليكم رحمة الله وبركاته اختحياتي من أوكرانيا من مدينة خرصون بالمناسبة منذ سنة روسيا دمرت صدوة كهرمائية في نواكا خوف في جنوب أوكرانيا وسبب كارثة هذه في هذه المنطقة حاول تصريحات سيد زيلانسكي في فرنسا جدير بذكر سيد زيلانسكي أفاد من المستحيل بأن تكون أي تنزولات لرسيا راش ألفين إلى نهاية السانة مداردين أمريكان ولكن في أين نواحدين فاديسي بايدن بأن أخرى سوف تحسل على مصاعدة سكرية جديدة على مبلغ أكثر من مئتين مليون دولار كما معروفة بأن أخرى سوف تحسل على سماح من أمريكا لكسف عمك روسيا وخسط من مناتك التي قريبا من المحافظات من المنطقة يدور حديث عن محافظة بلغرب ووخرة لتضمير بون تحتيت أسكرية روسيا لأن أخرى سوف تحسل على روسيا من تراث ستورتمية ستورتمية هذا مهمة لأخرى يعني بصفة عمى نحن صورا ما سوف نرى تغيرات كبيرة في مسار الحارب لا يدور حديث عن أكرانيا سوف تعجل هجوم مضات في أقرب الوقت بصفة عمى يدور حديث عن دفع أراضي أكرانية دكتور فلوديمار بالحديث عن هذه المساعدات وأيضا أعلنت وكالة رويدرز بتقديم الرئيس الأمريكي بعزمه تقديم حزمة مساعدات تصل كما ذكر دكتور فلوديمار إلى 255 مليون دولار للجانب الأكراني لكن قال أيضا الرئيس جو بايدن في تصريحات أخرى بأنه لن تصل هذه الأسلحة أو لن يتم استخدامها من الجانب الأكراني في العمق الروسي ويتم استخدامها فقط على الحدود ما هي الضمانة بالنسبة للولايات المتحدة لعدم استخدام الجانب الأكراني هذه الأسلحة إلى العمق وأيضا بالنسبة لتصريحات اليوم التي تتعلق بالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بأنه تم استخدام هذه الأسلحة ووصولها أيضا إلى منطقة بالجرودة الروسية تصريحات أمريكية متضاربة ووحات غريبة لماذا لأن Украине تستخدام 7.0 تكرم ومناطق المحتل لكي روسيا إن دامت لها منزو سانوانيس روسيا اليوم تعتبر بأن 7.0 تكرم ومنطقة دونباس تعتبر لروسيا بالمناسبة روسيا إن دامت 7.0 تكرم منزو عشرة سانوات تنزولات كبيرة من قبل آغارب بسراحة أغمالت غارب تنفيذ واجباتيح وفقا للمزاكر بوتاكش في سانوات 2014 وإنتهجة سياسة استرداء روسيا بي وساطة أراد أمريكية يدور حديثة 7.0 تكرم يعني أمريكية تقصف عمك روسيا وفقا للمجهناظر روسيا يعني 7.0 تكرم ولكن يعني وفقا للمجهناظرية تمركية ممكن تقصف 7.0 تكرم ولكن محافظات روسيا أخرى ممنا هذا فسان بسراحة سياسة نحن نقول بأن جونديحي هو يفوزو ماعريكا ولكن لوجيستيك هي تفوزو في حارب مهمل أوكراني تدمير ونيت أحتيت لوجيستيك ونيت أحتيت أسكريت روسيا بي سفات عما في محافظات بيلغراد ومحافظات رستو يعني بسفات عما سوف نراكم نقول تغيرات في مصارى حارب ولكن مازالت وجدت القيود من طبال أمريكا ونحن هنا نقول مهم لأوكرانيا إن دمام إلى ناطا حتى إذا أوكرانيا تردت روس من رادي أوكرانية نحن على قيم بعض سنة بعض سنتين روسيا سوف تهاجم أوكرانيا مرة تانية بعد تعزيز قواتها وحالة واحد لأوكرانيا أكيد اندمام إلى ناطا ولكن لأسفة الشديد سيد بايدن هو حاليا ضد اندمام أوكرانيا إلى الحلف العطلسي دكتور فلوديمار شومكوف الدبلوماسية السابق كنت معنا من كييف شكرا جزيلا لوجودك معنا رحب زعيم حزب من أجل الحرية القومي الهولندي خيرة فيلدرز رحب بنتاج استطلاع للرأي أظهر أن حزبه يحقق أكبر المكاسب في انتخابات للبرلمان الأوروبي ليأتي بالمرتبة الثانية بعد مجموعة من الأحزاب اليسارية قال فيلدرز أن استطلاع الرأي أظهر أن الكثير من الناخبين الهولنديين يريدون اتحادا أوروبيا مختلفا وليس المزيد من نقل السلطات إلى أوروبا من المهم جدا أن نحقق مكاسب كما فعلنا اليوم وأعتقد أن العديد من الأحزاب الأخرى مثل حزبي في بقية أوروبا ستفعل في الأيام القليلة المقبلة عندما تجرى انتخابات في دولها وإننا سنصبح قوة سياسية أقوى وهذه قوة حاسمة لأوروبا لكنها قوة مهمة جدا للدولة القومية وأعتقد أن هذه هي الإشارة إلى أن العديد على الأقل من الناخبين الهولنديين الذين أعطوا اليوم أنهم يريدون اتحادا أوروبيا مختلفا ويريدون دولة قومية أقوى وليس المزيد من نقل السلطات إلى أوروبا بل على العكس تماما انتخابات انتخابات هي الأهم في تاريخ الاتحاد الأوروبي حيث يحق لنحو ثلاثمائة وستين مليون ناخب في مختلف دول الاتحاد البالغ عددها سبعة وعشرين دولة الإدلاء بأصواتهم على مدار أربعة أيام لاختيار سبعة وعشرين عضوا من بين آلاف المرشحين وتجري الانتخابات الحالية وسط العديد من التحديات التي تواجه القارة العجوز في ظل ضعف النمو الاقتصادي منذ جائحة كورونا وآثار الحرب الأوكرانية وملف الهجرة وتغير المناخ كما أن هذه الانتخابات هي الأولى منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا عام 2020 تحديات يزيد من حدتها التوقعات بتحقيق أحزاب اليمين المتطرف مكاسب محتملة في تلك الانتخابات الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على سياسة الاتحاد بشأن قضايا الهجرة وتغير المناخ فضلا عن اختيار رئيس المفوضية الأوروبية المقبل وفي هولندا تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الحرية اليميني المتطرف يمكن أن يحقق الفوز بنحو عشرين مقعدا من أصل واحد وثلاثين مقعد في البرلمان الأوروبي ما يزيد المخاوف من فوز الأحزاب اليمينية في بلدان أخرى بعشرات المقاعد الإضافية في البرلمان الذي لديه القدرة على تغيير تشريعات الاتحاد الأوروبي وعرقلتها وبمجرد ظهور النتائج والتضاح ملامح البرلمان الجديد سيجتمع زعماء الاتحاد لبدء عملية اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية وهو أقوى منصب تنفيذي في الاتحاد حيث تسعى أرسولا فوندرلاين الرئيسة الحالية للفوز بولاية ثانية الأمر الذي يتطلب حصولها على دعم أغلبية قادة الاتحاد وكذلك موافقة البرلمان الأوروبي على ترشيحها بأغلبية الأصوات وفي ظل تزايد المؤشرات على تنامي فرص أحزاب اليمين المتطرف في الحصول على عدد كبير من المقاعد تتزايد حالة الترقب داخل القارة العجوز ويتزايد معها القلق من تغير السياسات الأوروبية لا سيما فيما يتعلق بملفات التغير المناخي والهجرة غير الشرعية والإنفاق الدفاعي ترجمة نانسي قنقر واقتصاديا قال معهد الدراسات الحكومية البريطانية إن ضغوط الإنفاق تهدد حكومة لوندن القادمة حيث تقف الخدمات العامة في المملكة المتحدة على شفى الانهيار ووفقا للمعهد فإن خطط الإنفاق الحالية لا تتناسب مع ترد الخدمات والتي تعد أسوأ مما كانت عليه وقت الانتخابات العامة في 2019 قالت وكالة موريز إن اقتصاد المملكة المتحدة يتجه للتباطئ والمالية العامة معرضة لمزيد من الضغوط وتشير التقديرات إلى أن الحكومة المقبلة ستحتاج إلى سد عجز قدره 33 مليار جنيه استرلينية إلى روسيا حيث قال الرئيس الروسي ولاديمير بوتين إن النتج المحلي الإجمالي لبلاده نمى بنسبة بلغت 5.4% وذلك في ربع الأول من العام الجاري وقد حسنت مؤسسات دولية من توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن توقعت انهياره سلفا بسبب القيود والعقوبات الغربية لموسكو على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة تبلغ 2.2% في العام 2024 بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.2% لاقتصاد موسكو ارتفعت صادرات الصين بشكل أكبر من المتوقع في مايو الماضي وفي المقابل تباطأة الواردات وفقا للبيانات الخاصة بالجمارك سجلت الشحنات الخارجية ارتفاعا بنسبة 7.6% على أساس سنوي مقارنة بـ 1.5% في أبريل وتمثل أرقام مايو نمو للصادرات في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بعض انخفاض بلغ 7.5% على أساس سنوي في مارس لكن الأفاق التجارية لبيكين لا تزال تواجه رياحة معاكسة ارتفعت أسعار النفط إذ أشارت تصريحات لعضاء في الأوبك بلاس إلى استعداد التكتلي لوقف زيادات الإنتاج أو إلغائها لكن الأسواق تتجه نحو تكبت خسائر للأسبوع الثالث على التوالي يرى مراقبون أن أسعار النفط تمكنت من استعادة القوة في الأيام القليلة الماضية حيث تشير التوقعات إلى تحرك أسعار الخام حول مستويات من 76 إلى 80 دولار للبرميل يتجه الذهب لتحقيق أول مكاسب إسبوعية في ثلاثة أسابيع مع زيادة المتدولين للرهانات على بدء خفض أسعار الفائدة قريبا ويجرى تدول الأوقية حول 2377 دولارا وزاد المعدن بنحو 2% منذ مطلع الإسبوع يتحرك الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ مطلع أبريل مما يزيد من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين تراجع أداء المؤشرات الأوروبية بعد قرار المركز الأوروبي بخفض معدلات الفائدة حيث تأثلت الأسواق بهبوط في أسهم التعديل والقطاع التكنولوجي كانت المؤشرات الأوروبية قد سجلت إغلاقا قياسيا في الجلسة السابقة بعد خفض معدل الفائدة لـ 25 نقطة أساس في أول قرار للتيسير النقدي منذ العام 2019 ترجمة نانسي قنقر ورياضيا تمكن منتخب مصر من تحقيق فوز ثمين بهدفين لهدف على ضيفه بولكينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفية كأس العالم 2026 تقدم للفراعنة محمود تريزيجي في الدقيقة الثالثة برأسية رائعة من تمرينة محمد صلاح ثم أضاف اللعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة السابعة بعد تصويبة متقنة بقدمه اليسرى وفي الشوط الثاني سجل منتخب بوركينا هدفا مباغة في الدقيقة السادسة والخمسين عن طريق اللعب لسينا تراوري ولم تشهد المباراة بعدها جديدا ليحصد الفراعنة النقاط الثلاثة سجل المنتخب الفلسطيني إنجازا تاريخيا بحسم تذكرة العبور إلى المرحات الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 وذلك للمرة الأولى في تاريخه خطف المنتخب الفلسطيني تعادلا سلبيا أمام لبنان في الجولة الخامسة والأخيرة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2027 ولكأس العالم 2026 بذلك حلت فلسطين بوصفة المجموعة التاسعة بثماني نقاط لتعبر إلى كأس آسيا فيما جاء لبنان ثالثا بثلاث نقاط فرض الدوري الإنجليزي الممتاز حدا أقصى تجريبيا لنفقات الأندية لا يتخطى 85% من دخل النادي ووفقا للائحة الجديدة التي ستستخدم بشكل غير ملزم من الموسم المقبل لن تتمكن الأندية من انفق أكثر من 85% من الدخل السنوي والربح الصافي من بيع وشراء اللاعبين ويهدف هذا القرار لتحسين الاستدامة المالية والحفاظ على التنافسية المتزنة في البريمير نيج وأعطاء قفزة لتطلعات الأندية وتسهيل التألف مع مصابقات أخرى ودعم تنفسية الأندية في منافسات الاتحاد الأوروبي تراجع رؤول جونزاليس أيقونة ريال مدريد عن قرار رحيله عن تدريب فريق الشباب كاستيا تراجع رؤول عن فكرة رحيل من ريال مدريد وأخبر النادي أنه سيستمر مع الكاستيا في الموسم المقبل وذلك بعد تلقيه عدة عروض لتدريب أندية أوروبية قدم رؤول أسوأ موسم له مع الكاستيا حيث احتل الفريق المركز العشر وكاد ينجرف إلى معركة الهروب من الهبوط إلى هنا مشاهدين لا تنتهي نشراتنا وهذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لمائتين وخمسة وأربعين يوما على التوالي وزير الخارجية الأمريكية أنتروي بلينكين يزور إسرائيل لثين المقبل للتواصل الاتفاق بشر التهدئة في غزة والإفراج عن المحتجزين القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير ثماني مسيرات تابعة للحوثيين في البحر الأحمر نهاية نشرة الثانية عشر شكرا جزيلا لكم شكرا آية هنا القاهرة الإخبارية شكرا لكم وإلى ملتقا اشتركوا في القناة